لدى لقاء سموه بوفد من مجلس النواب الأمريكي أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أننا موقنون بأن التعاون البحريني الأمريكي سيشهد نقلة كبيرة في المرحلة المقبلة وستكون النظرة البحرينية الأمريكية المشتركة للقضايا في المنطقة أكثر انسجاما فيما وصف رئيس الوفد الأمريكي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأنه رجل دولة وحكمة وأنه مثال يقتدى به وأن رؤى سموه لمستقبل المنطقة والتحديات التي تواجهها تنطلق دائما من خبرة وحنكة تستحق أن تكون نبراسا ودرسا لمن يسعى إلى وحدة الشعوب وتماسكها في أوطانها وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل في قصر الإقضابية صباح اليوم وفدا من مجلس النواب الأمريكي ضم عددا من النواب برئاسة سعادة السيد بيتر ساشنز رئيس لجنة القواعد بمجلس النواب الأمريكي وخلال لقاء شهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالأجواء الإيجابية التي خلقتها قمم الرياض على صعيد الفهم الخليجي العربي الإسلامي الأمريكي المشترك للتحديات التي تحوم حول المنطقة بسبب الإرهاب والتطرف وأسبابها وعطت أملا في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة بل أنها واحدة من أفضل القمم التي احتضنتها منطقة الشرق الأوسط كما أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا سموه الحرص على الارتقاء بأفاق التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين على كافة الأصعدة وفي مقدمتها الجوانب الاقتصادية والاستثمارية لافتا سموه إلى أهمية زيادة التواصل بين البلدين بما يعمق العلاقات الثنائية ويثر التعاون الذي يحقق المصالح المشتركة وقد بحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الوفد الأمريكي سبل دعم وتعزيز التعاون الأمني والعسكري والتجاري خاصة في ظل التوجه الأمريكي الجديد نحو الانفتاح إلى تعاون أشمل مع دول المنطقة حيث شدد سموه على أهمية اللقاءات بين المسؤولين في تطوير أطر التعاون وفتح أفاق جديدة تسهم في إرساء فهم مشترك على المستوى الثنائي والدولي لتجاوز التحديات العالمية وبما يسهم في تحفيز المبادرات التي تهدف إلى تنمية الروابط الاقتصادية والتجارية اشتركوا في القناة